موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وصار على منهجهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلما جعلته لنا سهل فسهل لنا أموانا ويسير لنا عسيرنا وجعلنا من الذين يعلمونا فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وبعد يعتبر بيان أول نوفمبر 54 من الوثائق التي يتشرف بها ويشعر بالاعتزاز والفخر بها كل جزائري مخلص لماذا؟ لأنها حقيقة وثيقة حضارية وثيقة إنسانية وثيقة تتضمن كل المعاني الكريمة التي يؤمن بها المؤمنون ويؤمن بها الرجال الصادقون فهذه الوثيقة التي نسمها البيان بيان أول نوفمبر لم يكن أبدا بيانا للحرب ولكنها بيانا للسلم لم تكن أبدا بيانا للفرقة والتمييز ولكنها بيان لتعايش لم تكن أبدا بيانا لتنفر ولكنها بيانا للحوار ولتعاون وللجلوس ليستمع بعض الناس للبعض الآخر من إجل إجاد الحلول لم تكن أبدا لم يكن أبدا هذا البيان بيانا لإراقة الدماء وإزهق الأرواح لم يكن أبدا بيانا للقتر ولكنه بيانا للقتال واشتان بين القتال والقتل وهبراء أو الذين يعلمون دقائق اللغة العربية يعرفون الفرق بين القتال والقتل وهذا يبينه شاعر ثورة الجزائرية وفقهم في اللغة فقهم في التاريخ فقهم في الدين لم يكن يسغلنا لما نطقنا فتخذنا رنة البرود وزنا هذا الذي ورد في هذا البيان يعتز به كل مسلمين جزائريين أصيل ويفتخروا به ويرجو أن يكتبه كل جزائريين على صبورته الجوانية ليبقى دائما يشعر به في داخله في أعماق أعماقه إذا كان عاجزنا أن يكتبه فوق الصبورات الجوانية أو البرانية إن شئت عفون البرانية لكي يراها جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها لأن خلاصة هذا البيان تقترح على هؤلاء المعتدين الذين سفكوا دماءنا وأزهقوا أرواحنا وأكلوا خيراتنا وأبادونا وأذونا مادي ومعنوي طيلة 32 سنة ولكن كل ذلك لم يجعل هؤلاء الصوار ليفقدوا توزنهم أو تعقلهم أو منطقهم أو إنسانيتهم فيعرضون هذه الوثيقة لهؤلاء الناس ويدعونهم إلى الجلس إلى طاولة المفوضات وهذه من خلال هذه العبارات التالية التي قدموها وقدموها كأرضية لنقاش مع هؤلاء وفي الأخير يقولون وتحاشي لتأويلات الخاطئة للتدليل على رغبتنا في السلم لأنهم كانوا يرغبونا في السلم على رغبة حقيقية في السلم وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثقة المشرفة للمناقشة إذا كانت تحدوها السلطات إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مسيرها بنفسها الاعتراف بالجنسية الجزائرية وما يتبع هذا الاعتراف من حقوق أخرى ثم قيل لهم وفي المقابل ماذا نظمون لكم مقابل الاعتراف بالجنسية الجزائرية لأن الشعب الجزائري كبقية شعوب الأرض اختار جنسيته اختار هويته وهوية الشعوب تتشكل من الاختيارات السيادية لكل أمة وشعبنا لم يشد عن هذه القاعدة فقد كانت له اختياراته السيادية قيل لهم فإن المصالح الفرنسية ثقافية كانت اتصادية والمتحصل عليها بنزاها ستحترم وكذلك الأمر بالنسبة للعائلة والأشخاص جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم يكون لهم الاختيار بين جنسيتهم الأصلية ويعتبرون ويعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السريع أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم من حقوق وما عليه من وجبات ما أعظمه من كلام وما أجمله من معاني ولكن ماذا كان أردو هؤلاء المعتدين على هذه المعاني الحضارية الإنسانية الدينية التي تتضمن كل المعاني التي يمكن أن تجود بها قرائح المؤمنين ماذا كان أردوهم على هؤلاء كان أردوهم أن استدعوا كل القوات التي كان يملكونها من أجل القضاء على هذه الفكرة الحضارية الإنسانية الرائعة الرقية مرة من هنا من 54 إلى 62 أكثر من جوج ملايين من مليونين من مليونين عسكري ومدججين بكل الأسلحة الفتكة من الدبابات وطائرات النطال وكل الوسائل التدميرية الأخرى من أجل القضاء على هذه الفكرة الحضارية الفكرة الإنسانية ولكن الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان وأودع فيه إصراره بعدما نفق فيه من روحه لم يكن ليجعل للقوة الإمكانية التي تمكنها من القضاء على الفكرة أبدا لأن الإنسان الذي بناه الله تعالى هذا البناء وجعل له قالبا وقلبا قد يمكنك من قالبه ولكن لن تتمكن أبدا من قلبه لأن قلب الإنسان منطقة محررة يستحيل على أي قوة اختراقها ولا يعلم ما بها إلا الذي خلقها يوم لا ينفع من ولا بنون إلا من أطلها بقلب سليم فكان هذا الرد الهمجي الوحشي الذي مارسه المعتدي على هذه العرض الحضارية أنباءت بالفشل وردت على هذه العرض الحضارية بهذا القتل الذي دامع ما يقرب من ثمانية أعوام في النهاية اللي يعود إلى نقطة البدء وليعود إلى المائدة الحوار التي اقترح هؤلاء على هؤلاء الطغاة فعلوا هذا وقد كانت دولتهم قد أمضت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ذلك بأقل من ست سنوات يا ويحهم كيف يعلنون الإعلان العالمي لسلام ثم يذهبون إلى غيرهم من شعوب ليتفننوا وليتعلموا كيف يسفقون الدماء وكيف يعني يزرعون الموت والرعب في كل مكان في كل شعوب التي عرضت عليهم هذا الحوار عرضت عليهم هذا التعايش عرضت عليهم هذه المعاني الإنسانية التي هي الأصل التي دعا إليها الله عز وجل خلقه خلقه ليجمعهم حولها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكار وأنثى وجعناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إتقاكم هذا الكلام المشرف الذي قدمه هؤلاء الشبان لهؤلاء الطغاة ما يزال محل الاعتزاز ومحل الفقر في قلوب كل الوطنيين وكل مؤمنين وكل مسلمين الجزائريين ما أحوجنا إلا أن نعلمه لإجيالنا وما أحوجنا وما ينبغي علينا هو أن نخبر به وأن نعلم به العالمين ليعلموا وليفهموا حقيقة ما وقع بيننا وبين هؤلاء المعتدين الذين في النهاية رغم اعتمادهم على حجة القوة ولكن في النهاية انتصرت عليهم قوة الحجة أي الحجة القوية الحجة الناصعة التي كان يتمتع بها هؤلاء الثوار وهؤلاء الوطنيون وهؤلاء المؤمنون بقضيتهم العادلة والذين كانوا حقيقة يؤمنون بأن في النهاية لابد أن ينتصر الإنسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة